موسيقى موسيقى مرحبا الام تيفي بتطلق بالتعاون مع التافقه برنامج جديد اسمه تيلي شوفينج رح يطلطي لشوفينج كل يوم عليكم بمجموعة غراض جديدة ومتطورة ما بتلقوا وين مكان وبالأسواق اللبنانية الكواليتي طبع غراضنا طوب لأنه جاي مباشرة من فرنسا لطربة كل الأزواء وهالغراض إذا عجبتكن تقدروا تحصلوا عليهم وتوصل لعندكن على البيت من دون أي كلفة إضافية مع إمكانية الرد إذا هالبرودويم ما عجبكن أو مناسب زوقكن سول كفالة موجودة ومن لحظة الاستلام من خلال الليبن باست وبـ 48 ساعة بس بمجرد ما تتصلوا فينا على الـ 81-218 ألف الغرض اللي انتو اخترتوه بيوصل لعندكن لوين ما كنتو عم بتتابعونا بلبنان مين مننا ما بيحب يكونوا تيبو أو مفروشاتو أو حتى سجاداتو نضاف ومرتبين هلأ مع الـ 18 إكسبرس مش ضروري أبدا يكون في كذا مسحوق بالخزانة كل واحد لشي أو حتى تجرب ست البيت شو الأفضل وتصير تسأل هون وهنيك مسحوق واحد بس رح يريحك من كل الأوساخ حتى الباعي اللي برأيك مستحيلة كلها رح بتروح مع الـ 18 إكسبرس وما لك إلا تجرب فيكن تستعملوه بالغسالة أو حتى على الإيد كمان فينا نرشه لأنه بيجي معهم رشة هيك بيصير بخاخ أو سبري صار فيك ترشه بطريقة كتير سهلة على البقعة شو ما كانت أكل فتر يعني شو ما كانت البقعة وشو ما كانت الوصخة رح بتروح مع ديتاش إكسبرس متل ما اسمع بيدل ديتاش الـ 18 بتشيل البقعة وبيصرعة كتير كبيرة ديتاش إكسبرس فينا نستعمله للموكات للتياب للشراشيف للسجاد حتى لفرشة التخط للكنبيات كمان يعني شو ما بتكن بالسيارة كمان إذا وصختوا السيارة فيكن ترشوا هالبرودويل المصنوع من فرنسا هو الحل الوحيد بيشيل البقعة وكمان بيبيض حتى بيشيل الريحة والكمخة عن الإشا يلي بتبقوا عادة ما بتروح بسهولة هالأسد البيت فيها تختار الطريقة البتناسبة إذا بدنا تغسل على الإيد فيها تحط شوية من هالبرودويل متل ما بتشوفه على الشاشة وبنترك هالقطعة أو مترك الوصخ لسوين كتير قليلة وبتشوفه النتيجة عن جد مثل السحر حتى فينا نستعمله للقماشي رقيق متل الحرير أو القماشي لكتير دليكة إذا بدنا نغسل بالغسالة مع ديتاش إكسبرس العملية كتير سهلة كمان متل ما بيبين قدامنا على الشاشة ملع واحدة بس وكل الفوج بينضف ديتاش إكسبرس بيحافظ على نظارة الألوان شو ما كان أبيض أسود ملون ما بتبوخ الألوان أبدا حتى ما بيعمل حساسية على البشرة الحل هو مع ديتاش إكسبرس لكل البقعة تصلوا هلا فينا على الـ 81-218 ألف اشتروا ديتاش إكسبرس بس بـ 50 دولار وين ما كنتوا بلبنان بيوصلكم ضغري وبـ 48 ساعة ماكسيموم على نص البيت من دون ما تدفعوا أي كلفة إضافية من خلال أكيد اللي بانبوست اليوم حكينا عن ديتاش إكسبرس إن شاء الله كل مرة بنحكي عن بروديوية جديدة من تيلي شوپنج بالتعاون مع التأفقى كل هالبروديات عم نجيب نحضرها ونقدمها لحتى ترضيكم وترضي كل الأسواق بيقولوا الشعر تاج المرة والتاج بدوا اهتمام كلنا منحب نكون مرتبين ومنحب شكلنا وقتها نطلع من عند الكوفير بس أكيد مش لوجيك ولا نورمال نضل بي صالونات الكوفير كل يوم في غدا أو عشا بلبنان تي تايم برانش تعرفوا المناسبات كتيري عننا والمرة اللبنانية معروفة بترتيبة ومظهرة الحلو حتى النساء اللي بتشتغل أو الطلاب اللي بتروح على الجامعة حلو يكون شكلها مرتب اليوم ومع فرشاية إنستايلر لنالك الحل شو ما كانت نوعية شعرك ليس فريزام نوبر وقدما كان طوله قصير طويل متل شعري نص نص إنستايلر إليك نصيحتي تخلي هالفرشاية معك وساعتها رح تربحي وقت رح توفري مصاري والنتيجة زيتها متل عند الكوفير هلا يمكن يزعلوا مني شوية الكوفيرية لأنه شغل رح يخف بس هيدا الحية كل صبية أو سيدي صارت هي الكوفير معنا بسدوا ثلاث صبايا أورجي بلشوا يملسوا شعراتهم بيها الإنستايلر رح تواجه لعندهم تشوف وين صاروا شعراتهم كيف صار مضايلهم هاي صبايا هاي ما أهضمكم قاعدين تمليس كيف تحبوا الليسة؟ ستيسي كيف عن جد تحب شعرك يكون الليسة؟ أنت شعرك شكله بنوبر شوي مضبوط، كثير بعزبني شعرك قد ما بيضال بنوبر إنستايلر هي الحال؟ ومضبوط إيه مش غلط أبدا مدال فرشاية عادة لك باتي شو سريعة وشو لعرا خبريني أنت شو ماشي حالك كمانا بالفرشاية لأنه أنا شعري فريزية إنتي هلأ شعري طالع من الحمام هالقد فيه تعجي؟ إيه أنا مثلاً رحت عند الكوافر تيسير هالقد في تعجي؟ لا لا هو فيه تعجي يعني فريزية إذا أريدك انستايلر أكيد أنه منتعرض كثير للغسيل بالجمعة 3-4 أيام فأنه مش براتيك نروح عند الكوافر باتي أنت شعريك أطول شعر بس أنه مقلعة إيه أنا حبيتها أكثر شي لأنه براتيك يعني أنا رح أترككم تكملوا شعراتكم لأنه بعتقد بدون شوية وقت مع هالفرشية لبراتيك إنستايلر وسهلة الاستعمال صار فيك وين ما كنتي متل ما سمعته من باتي تاخدية معيك إذا كانت بالبيت بتجيم رحتي على البحر سفرت يعني عن جد إلنا كثير سهلة صار معيك سالون متنقل إنستايلر ما بتحرق أبداً الشعر ولا بتأصفه يعني بتحافظ على نوعيته متل ما كلنا منحب لأنه حرارتها موزعة متل ما ملاحظين هلا أنا منا دايرة عندي بس الحرارة بتتوزع عليها بالتساوي حتى البنز اللي موجودين عليها عادة بغير فراشة بيقاعوا كتير متنين وما بيقاعوا أبداً يمكن تلاقوا على نسق إنستايلر بالسوق مثل هالفرشاية بس كونوا أكيدين مش متلى أبداً الرقم قدامكم على الشاشة واحدة وثمانين ميتين وثمانتاشر ألف خدوا موبايلكن هلا واتصلوا فينا لتحصلوا على إنستايلر بستين دولار وين ما كنتوا بي لبنان وبيحيالا منطعم تحضرونا بثمانة واربعين ساعة بس تصلكون إنستايلر عنص البيت من دون أي كلفة إضافية ومن خلال ليبان بوست راي عرفكن اليوم عالكراب بارفات في حدا مننا ما بيحب الكراب صبع الترويقه عالغدا عالعشا ديسار سناك يامي قطشب شي الكراب هلا ناس بتحب كراب صالي وناس بتحب كراب سكري وفي ناس مثلي بيحبو اثنان كراب بارفات متل ما اسمه بيدل تطلع معك الكراب بارفات حتى فينا نستعمل البانكيكس إذا بدكن كمان ما في لزوم تكون شاف أو ست بيت شاطرة صار فيك أنت مسيو تعمل كراب للولاد أو الولاد هن يعملوا كراب لأهلهم هالمقلة ما بعرف إذا فيه سميه مقلة بس هي أكيد مقلة عجيبة مقلة براتيك مقلة أوريجينال سموها متل ما بتكن شكلها جديد مش معقول تلزق أو تحترق العجينة عليها قد ما قال لكم عنا غير ما استعملها قدامكن راح نجرب أصلا بمجرد ما تحمى يعني منحطها بالكهرباء دقيقة دقيقتان تحمى منيح وهيدا الصحن بيجي معها بيدوي منحط عجينة الكراب ننطر شي خمس سواني اوكي ومنقلبها منذون ما نحط ولا زيت هيكوا شو حلوة منذون ما نحط ولا زيت ولا زبدة كلنا منعرف قدي بيدروا للصحة وقدام بالمقلة منقعد ساعة منعملها لتطلع مرتبة بقى بهالطريقة طلعت عن جد حلوة بسواني بتخلص وبتصير جاهزة للأكل ولحق على كراب إذا فيك بس إذا نصحتوا ما تحطوا الحق علي أهيان شي تقدر تعمل صرت كراب ببيتك ما تصرو في كهرباء لأنها وفيرة الكواليتي تبعها توب ولا تصير عندكن بمطبخكن تتصلوا هلا على الرقم يلي عم يقطع على شاشة 81-218 ألف وطلبوا هالكريب ببيتك بخمسين دولار بس بحيالة منطقة كنتو بلبنان عم تحضرونا وب 48 ساعة بس منذون أي كلفة إضافية من خلال الليبان بوست تحصلوا عالكريب ببيتك وألف صحتين هلا خليني جرب قلبها أنا وهون إذا بعد عندي وقت هلا هول الكريبات بصراحة عملناهون قبل ما نطلع على الهواء مرح زعبر أكلنا منون بس إنو طالع بالي إنو خلص العجينة نيحة صارت بتجنن وهيد العجينة قدامكن هون ان دو ليكوا بأي سهولة قدرنا نقلبها هلا بهالطريق أول ما نقلبها فيكن تحطوا هي وصخنة لأن هون كأنه متل المقلب بتحطوا الجبنة والجنبون بتصوح بتصير هيك بتحطوا الشوكولات والبانان بتصوح بتصير هيك وبترجعوا بعدين بتقلبوها على الصحن أوكي إن دو وليكوا بأي سهولة بتخلص الكريب وبتصيروا واحدة وردتانية ما نحط ننطر شوي عدوا للخمسة ستة إن دو ومنقلبها وبتطلع الكريب بتشهي كل يوم بروديوات جديدة نقينها خصيصا لضرد كل أزواء المشاهدين ومش حيلا مشاهدين متتبعي الأم تي في من خلال تيلي شوپنج أكيد بتتعاون مع تأفقه إلى اللقاء